في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة أعلنت وزارة الصحة إطلاق 44 قافلة طبية مجانية حتى يوم الاثنين الثامن والعشرين من فبراير الجاري بجميع المحافظات أشارت الوزارة إلى أن القوافلة سيتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجاً مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا مؤشرة إلى أن القوافلة تضم كافة التخصصات الطبية بجانب خدمات الأشعة والتحليل الطبية بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية كما يتم تحويل الحالة التي تحتاج إلى إجراء عملية جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة أجرت القافلة طبية الكشف وصرف العلاج لـ 127 حالة بمختلف التخصصات بالوحدة الصحية بأم الحوائطات التابعة لإدارة سفاجة الصحية وشهدت القافلة إجراء 26 فحصا معمليا و16 أشعة وسنار بالإضافة لإجراء 21 حالة تشف مبكر عن الأمراض المزمنة وتم إجراء جميع الكشفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان نقدم خدمة الكشفات والعيادات عن تخصصات بطنة، قلب جراحة، تنظيم أسرة، نسا، أطفال، عظام، مسالك كل تخصصات طبية المريض يجي دورنا نحن نغفر له كل الرعاية المطلوبة في خدمة معمل التحاليل نقدم له معمل تحاليل التفاليات، معمل تحاليل الدم بكل التحاليل معمل تحاليل شغال طول مقافلة شغالة عندنا خدمة الأشعة سواء كان الصنار أو الصينية بعد كده بياخد المريض الدواء بتاعه كل العلاج متاح بالمجان مغير ما يتكلف أي حاجة في حالة إن المريض استدعى خدمة إضافية زيادة بيتم تحويله لقرب مستشفى للخدمة الطبية كل ده بالمجان هنا المكان محتاج فعلا للخدمات بالنسبة لظروف المكان وبعده عن المكان وصعوبة انتقال الحوامل لأماكن أبعد من هنا فبالنسبة للقفلة بتجدم خدمة متميزة يعني على أساسه فيه صرف علاج بدون مقابل يعني تحليل وعلاج ولما بيكون في حالات بتحتاج رعاية أكبر عشان ظروف الإمكانية هنا برضو يعني متواضعة بالنسبة للمكان فبتتحول الحالات لسوء للمستشفى الجامع سوء للمستشفى جنة العام ترجمة نانسي قنقر